اسمع قال ابن تيمية رحمه الله من الناس من يغتاب أريد قلبك من الناس من يغتاب موافقا لجلسائه وأصحابه وعشيرته مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون ولكنه يرى أنه لو أنكر على الناس لقطع المجلس واستثقله الناس يعني كيف تنكر علينا يا أخي نحن نتكلم حق بعض الناس يا أخي نحن نتكلم حق هو فعلا يشرب سجاير يا أخي يشرب سجاير غيبة هو الدين كيفك غيبة والمشكلة بعض الناس بعدما يأتي يعني ماذا أقول أي شيء يعني نريد مصطلح عامي يعني يسمى نشر الغسيل ثم يقول نسأل الله لا يكتبها غيبة لا كتبت غيبة أو بعدما يلطخه بالسواد من فوق للأسفل أو من الأسفل لفوقه يقول ما له ما للناس نسأل الله لهم الهداية واقع على كل حل ومنهم من يخرج الغيبة بقوالب شتى تار في قالب الدين وهذا ما أكثره يخرج الغيبة بقالب الدين يقول ابن تيمي رحمه الله فيقول هذا الرجل يعني الذي يدعي الدين ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بالخير هذا وارد تجد تجلس رجل يعني عليه سمت العلم والصلاح ويقول يا أخي أنا ما عندي عادة أذكر الناس إلا بالخير لكن فلان واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر وعد يقول ابن تيمي ليس يقول عن الذي يدعي الصلاح ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير ولا أحب الغيبة هو يتكلم ولا أحب الغيبة وإنما سأخبركم بأحواله ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد لكنه فيه كذا وكذا هذه غيبة ويقول ابن تيمياء وربما يقول الرجل دعونا منه غفر الله له غيبة